إنجيل الساعة التسعة ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد إلى مدينة تسمى بيت صيدة فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله وكان يشف المحتاجين إلى الشفاء وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له إصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا هنا في موضع قفر فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونجتري أطعمة لهذا الشعب جميعها وكانوا نحو خمسة ألاف رجل فقال لتلاميذه فقال لتلميزه ليتكئوا في كل موضع خمسين خمسين ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين وأتكأوهم أجمعين وأتكأوهم أجمعين وأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم إثنتي عشرة إثنتي عشرة قفة مملوئة قفة مملوئة والمجد لله دائما والمجد لله دائما